أذكر كلمة ينبغي أن نستحذرها وهي اتق الله في اليقظة ولا يضر كما ترى في المنام هذه كلمة لا بد أن تحفظ اتق الله في اليقظة الشأن في حال اليقظة وأما المنام فشباب واسع قد يرى إنسان ما يسر وقد يرى ما يكره لكن قد يكون منه بشائر وقد يكون منه نذر البشائر لا تغر والنذر لا تضر إلا أنه ينبغي لنا أن نستفيد منها في تقويم مسيرتنا والتشجيع على الخير